بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده لا زلنا في النسق القرآني ومشروع الإنسان وإحنا قلنا فكرة النسق تتعلق بمجمل القرآن الكريم كيف يبني بناء كاملا للإنسان يستطيع به أن يعمر الأرض وينظر لهذا الوجود طيب ما هو إذن مشروع الإنسان في القرآن الكريم كيف يمكن أن نرى صورة كاملة لمشروع الإنسان كابتداء في هذا الموضوع الذي نتكلم عنه محتاجين نعرف منزلة الإنسان في القرآن الكريم والمهمة التي كلف بها في الحياة محتاجين نعرف الأبعاد الثلاثة التي يجب أن يشتغل بها الإنسان ومحتاجين نعرف متطلبات المهمة أو متطلبات العمران المطلوب من الإنسان أن يحققها في هذا الوجود وفي هذا الكون في الحياة إذا بدأنا بالمسألة الأولى الأساسية اللي هي المنزلة منزلة الإنسان القرآن الكريم يجعل منزلة الإنسان منزلة عالية جدا فهو في الملأ الأعلى ويتم خطابه مباشرة تكريما له ويؤمر الملأ الأعلى بأن يسجد له ويبرر سبب السبب الذي أسجد له بأنه قابلية هذا المقلوق للعلم وللتعلم ومن هنا تأتي قضية هذا الحوار الذي قال وتجعل فيها من يفسده فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون وبقية الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا المشهد الكوني الأول الذي أمر فيه الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إذن هو في منزلة عالية جدا بين المخلوقات ولذلك احتفاء به أمر الملأ الأعلى بالسجود له وأن الحوار كان يدور حول العلم وقابلية التعلم لهذا الإنسان إذن هذا الإنسان سيمر في الحياة في مراحل من التعلم ومراحل من الارتقاء يقطعها شوطا بعد شوط في اتجاه هذه الكمالات التي إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق طيب ما هي مهمة الإنسان؟ ما في شك إن الإنسان عنده مهمة عبادة الله سبحانه وتعالى لكن لما نفك كلمة عبادة إلى أجزائها في القرآن الكريم سنجد عندنا العبادة بمعناها الصرف ونجد العبادة بمعناها مطلق العمل الذي يقوم به الإنسان في هذا الكون ولذلك القرآن الكريم يتكلم عن أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها إذن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا الإنسان في الأرض وجعله سببا لعمارها عمارها يعني التساكن فيها البناء الإحسان الزراعة الصناعة التجارة الإنسان يجعل هذه الحياة عامرة بجميع الأشكال التي يعرفها البشر في هذا الجانب المهم جدا إذن هو عنده منزلة في الوجود ومكلف بمهمة على الأرض طيب إيش هي الأبعاد الثلاثة التي سيتحرك فيها هذا الإنسان لأداء مهمته القرآن الكريم يتكلم عن هذا الموضوع أنه هي قضية الإيمان وقضية إقامة الصلاة وقضية الإنفق طيب إحنا كيف سننظر لهذه الثلاثة أشياء الأساسية الكبرى التي القرآن الكريم يتكلم عنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى قضية أساسية أولية تتعلق بأن يكون لحياة الإنسان معنا في وجوده هي أن يعلم أن له خالق وأن له حساب وأن له عقاب وأنه مسؤول عن أفعاله هذه القضية الأساسية الأولى التي يحتاجها الإنسان المسألة الثانية التي يحتاجها أن يتصل باستمرار بهذا النبع الذي أعطاه الحياة يتصل بالخالق جل وعلا باستمرار التي عبر عنها القرآن يقيمون الصلاة مسألة الثانية ومما رزقناهم ينفقون هنا تأتي قضية في غاية الأهمية إن ما الذي رزقنا الله يا سبحانه وتعالى الله رزقنا ليس فقط المال رزقنا الصحة رزقنا الذكاء رزقنا العلاقات رزقنا المهارات وكل هذه قابلة للزكاة وقابلة للإنفاق في الحياة فالإنسان وظيفته الأساسية الأبعاد الثلاثية التي يشتغل عليها هي قضية الإيمان بهذا الخالق والمعنى للحياة والصلة المستمرة بالخالق جل وعلا والصلة بهذا الوجود لإعماره عن طريق انصح التعبير الإنفاق هنا تأتي قضية في غاية الخطورة اللي هي ننفق في ماذا ما هو وجه الإنفاق الذي سنشتغل فيه اليوم العقل المسلم مقيد بأشياء صغيرة جدا هي مهمة ولكنها لا تعبر عن الإنفاق الذي يتكلم عنه القرآن الكريم لأن القرآن الكريم لم يجعل قضية الإنفاق غفلا جعل عنوانها صراط الذين أنعمت عليهم من هم اللي أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء طيب ماذا فعل الأنبياء كمثال أعلى في القرآن الكريم وهما محل القدوة حتى نعرف العمل الصالح سنجد عندنا أبونا آدم تاب والتوبة عمل صالح كبير جدا من المعصية فهي عنوان كبير جدا لحياة الإنسان المؤمن ونجد الاعتبار عند ابن آدم الذي قتل أخاه ثم رأى طيرا فتعلم من الوجود فالتعلم قضية كبيرة جدا ونجد سيدنا موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى يقوم بمهمة تغيير شياسي لصالح المستضعفين في مجتمع ما ونجد عندنا سيدنا يوسف عليه السلام يقوم بإصلاح الاقتصاد في مجتمع مصر اللي مقبل على كارثة كبيرة جدا ستبيد الإنسان ونجد عندنا سيدنا داود عليه السلام يصنع السابغات والدروح ونجد عندنا سيدنا ذو القرنين يقيم السدود العظيمة والمقاولات العظيمة إذن العمل الصالح في القرآن الكريم ليس هو في الحدود التي تعودنا عليها نتكلم عنها إنما هو في حدود عمل الصالحين والنماذج التي ذكرها القرآن الكريم من مجموع هذه الأشياء نستطيع أن نرسم المعالم الكبرى المتعلقة بمنزلة الإنسان ومهمة الإنسان والأبعاد الثلاثة التي يشتغل بها ومتطلبات العمران من خلال النماذج الرسالية التي تكلم عنها القرآن الكريم إذن هذه مرحلة في غاية الأهمية في فهمنا وفي وعينا إذا استطعنا أن ندرك هذه المنظومة البسيطة الأولية نكون أمسكنا بأول القضايا التي القرآن يتحدث عنها بشكل مستمر فالقرآن لا يفتأ يكلمنا عن منزلة الإنسان عن مهمة الإنسان عن الأبعاد الثلاثة التي يشتغل بها وعن قصص الأنبياء كنماذج للعمل الصالح الذي يريد لإعمار الأرض والكون والوجود وإلى لقاء